نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر يومها خيرا من أمسها وغدها خيرا من يومها آمين يا رب ثم التهنئة لإخوتنا المسيحيين في مصر لقرب حلول عيد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه السلام بإذن الله سبحانه وتعالى العيد بقى ليلة العيدة تبقى 6 يناير طيب خش في الأسئلة هل يجوز احتساب الطلاق في حالة العصبية والغضب وما إلى ذلك هو يمكن على السائل الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقصد طلاق الغضبان الفقهاء كابن القيم رحمه الله قسموا الطلاق الغضبان إلى ثلاثة درجات قالوا الشديد جدا بحيث لا يعي ما يقول أو لا يدرك ما يقول أو خرج عن حالته الطبيعية المعتادة هذا لا يقع لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيه إغلاق يعني العقل والمدارك أغلقت أما المبتدئ في طلاق الغضبان إن كان يعي ما يقول يقع المرتبة اللي هي الوسط قالوا إن كانت الطلقة الثالثة نحمل على إنه خرج عن طوعه وإرادته حتى نحافظ على بيوت المسلمين وإن كانت الثانية عند بعض الناس يقع لكن إحنا بنقول هنا رجاء التريس الإنسان يعني لا ينفس عن غضبه مع زوجته بأيمان الطلاق أو بصيغ الطلاق يروح للصيغ أخرى كاليمين بالله اللي بقالها كفارة لكن إن شاء الله طلق الغضبان غضب شديد لا يقع لأن الله قال فإن عزموا الطلاق والغضبان لا عزيمة له عملة زي أيمان الجائلية كده علي الطلاق لتعد تاكل يا عم يا لقط الطلاق بأنه يعد يأكل على فكرة الأيمانات دي كلها حتى السيدة عشرة بالعنى أفتت قالت يمين لغوة لها الضيافة اللي أنت ذكرتها بالذب فوالله لتأكلنا والله لتشرعنا كل هذه اسمها لغوة لأنها ما قصد بها حل العصمة وقصد بها الإكرام وكده لا تقع بها أيمانات إن شاء الله ما يصحش الناس تحطها للسلحة بالضبط بالضبط